وللحديث عن الموضوع بكل جوانبه يحضر معي سيد كريم مونة مختصة في القانون وأمين نعام جهوين منظمة المجتمع المدني أهلا بك سيدي وصباح الخير شكرا للدعوة الكريمة إذن لو نتحدث في الأول دولة المدنية قائمة بعد تغييرات والإصلاحات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفلقة تفكيك المشهد السياسي عن الأمن أولا نحن نبارك التغييرات التي حصلت وإن جاءت بطمح الصحة السياسية جاءت نوعا ما متأخرة لكن نحن نبارك هذه التغييرات التي نأمل أن تتواصل في هذا المنهج من أجل إرساء صرح مؤسساتي تدسيدا للدولة المدنية نعم طيب ربما نتحدث أيضا عن جانب من أهم الجوانب هو جانب التنصت ربما قد استمعت معي إلى تصريح الأستاذ بورايو ربما التنصت في ممضى كان بدون ترخيص ورغم تكون هناك عقوبات اليوم التنصت بترخيص وإن ربما كانت هناك عملية التنصت من طرف المخابرات هناك بدون إذن هناك عقوبات كما سبق وأن صرح الأستاذ والنقيب بورايو يعني التنصت كان في فترة ما في الماضي كان بدون ترخيص يعني كنا في مرحلة استثنائية حالة طوارئ عشرية سوداء كانت تقتضي مختضيات الأمور أن تكون لبعض الأمور أن يكون التنصت بدون إجراءات طلب الإذن ربما إن كان طلب الإذن ربما سفوت فرصا أو لأسباب أمنية لكن اليوم أصبحت الآن الإذن يأخذ من الجهة القضائية وهذا في ظل الدولة المدنية التي كل جهة أي الجهة التشريعية والجهة التنفيذية والجهة القضائية كل جهة تمارس سلطاتها وتمارس عملها في إطار القوانين والتشريع وما ينص عليها الدستور الذي يسمع لكل القوانين الجمهورية طيب الجديد الذي حمله إصلاحات الجديدة والدولة المدنية بالنسبة لقطاع الأعداء يعني القطاع ربما سنرى تحرر أكثر سنرى إعطاء صلاحياتها ممارسة صلاحياتها في إطار المنصوص عليه دستورا يعني سنرى حريات أكثر وإن لا نرى أي جهة من الجهات تمارس عليها ضغوط أو تمارس عملها في إطار ضغوط يعني سنرى في قطاع العدلة ربما سنفتح أكثر وكانت فيها إصلاحات وتغيير قانون الإجراءات الجزائية الذي نثمنه وكذا القوانين التي ستأتي ويكون هناك تغييرات أكثر وهذا في ظل خدمة كل الدولة المدنية وكما أريد تنويه أيضا المؤسسة العسكرية يعني كان لها دور هام في الحياة أو المشهد السياسي في الجزائر التي كانت حامية هذا الوطن لكن لا يجب أن نؤمن بالذهنيات التي تقول بأن الجيش سيكون في خدمة ذاك السياسي أو المدني لأن في ظل الدولة المدنية كل واحد ما نرط بمهامه التي يخويلها القانون نعم أيضا ربما لو نتحدث أيضا الجديد أو الجديد الذي حمله الدولة المدنية والإصلاحات الجديدة بالنسبة للمجتمع المدني اليوم ربما كان هناك تطويق من طرف الجيش والجهة العسكرية بالنسبة للمشهد السياسي اليوم سنرى الجديد بالنسبة لهذا المشهد يعني لا يختلف إثنان هذه الإصلاحات عندما نتأمل جيدا بما يدور في الساحة الجزائرية يعني هذه الإصلاحات كانت ممهدة من سنة 2011 هناك تمهيد إلى غاية يومنا هذا أين نرى بوادر الدولة المدنية يعني نحن ضكما ناش دولة مدنية مدنية ولكن إنها بوادر تبشر بالخير هذه البوادر التي لا يجب أن نمحص كل هذه وأن نكونسنتر غير على الدولة المدنية الدولة المدنية بسكلا زمتانين ندوره الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي الذي تحتاج له البلد يعني وفيما يخص المجتمع المدني عندما نقول أننا نتجه لدولة مدنية يعني رح نشوف حريات أكثر في المجتمع المدني في الجمعيات في الأحزاب السياسية كل هذا رح تكون حريات أكثر وتكون عندهم يعني الممارسة النشاطة التحام بكل حرية بدون انغلاقات أو ضغوطات يعني هذا ما نشاهده منذ 2011 يعني بدأت بوضر الانفتاح وتنفك على الساحة لكن هناك ربما المواطن الجزائري بصفة عامة حتى المشهد السياسي ربما يطرح سؤال هل حقيقة الجزائر اليوم تتنقل وتنتقل إلى دولة مدنية وهي التي كانت مطوقة بنظام ربما المخابرات منذ القدم يعني حقيقة نحن نتجه إلى الدولة المدين لا يختلف إثنان فيها هذا يعني مصير يعني مصار ليشوف مليح ويتمحص مليح والقرارات وكل القوانين التي تتخذ وكل الإجراءات التي تتخذ يعني أنا نشوف ورانا نتجه إلى الدولة المدنية ورانا نشلف طريق صحيح يعني لهذا كما سبقته قلت يعني رئيس الجمهورية راه يجسد صلاحياته كرئيس جمهورية يعني ما رحش نتفاجأ أنا كدار تغييرات على جهاز المخابرات أو على سلاح الضرك الوطني أو على سلاح الحارس الجمهوري يعني هذه مهامة رئيس الجمهورية يعني يجسد في مهامه يعني ما رحش نقبضنا الدهول أو الدهشة لماذا غير فلان أو الأفلان لأنه هذه في إطار يعني البريروغاتي فتاعة وهذه هما الصلاحية رئيس الجمهورية إذا ما مارسهمش إذن كين خالل يعني حاجة قانونية مارسها رئيس الجمهورية وراه يمشي نحو الدولة المدنية يعني ولي تمحص مليح في قرارات رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة يعني كين نوع من الرسالة رح تقول سياسة تصنع في ثاكانات لا سياسة في ثاكانات هذه الرسالة على رئيس الجمهورية يعني شخصيا أنا نشوف على القرارات التي اتخذت من طرف رئيس الجمهورية في رأيك هل سيكون هناك أريحية أكبر في الخطاب السياسي وممارسة سياسية في الجزائر رح تكون هناك ممارسة سياسية وخير دليل يعني على الاعتمادات لا راية تعطى الأحزاب السياسية يعني كين فتاح في الزمن القريب برك نشوف اعتمادات كانت مجمدة كل اعتمادات الآن تعطى الاعتمادات للمعارضة للمولاة للسلطة يعني كين تتسيد للديمقراطية في ظل دولة مدنية نعم وبما أيضا سؤال آخر انتقال إلى دولة مدنية هي المرحلة الانتقالية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سياسته الإصلاحية هل يمكن القول أن اقهام المخابرات والجهاز الأمني في كل التخصصات وحتى الوزارات حيث هناك ربما كولونال داخل كل وزارة في هذا المشهد السياسي ربما خلق بعد الخلل في هذه احتكاكات في أرض الوطن يعني كين شوفوا الجزائر من الاستقلال كانت توجهت من الاشتراكية وكان وين الجيش الشعب الوطني راهوا سعلي الجيش التحرير الوطني يعني هما اللي كانوا يقودوا في هذه المرحلة نعم لأنه لا يختلفوا اثنان كانوا هما كوادر كانوا وين هما أعطوا استفادوا الشاب من الخبارات تحم وين ذو كان كما يقول لك المومات يوني باش يسلتير بس خلاص خداول الاحتكاك ولازم كما يقول لك يسلم المشعر للشباب وين للشباب و للدولة باش تقوم هذه الدولة المدنية خاتش لنا ما نتصوروش يعني نشوفو يعني من الجيش وين يخدم في وزارة لأن الوزارة راهي مدنية وربما كملت في هذه المنطلقة رغم تعددية اللي صارت في 1989 لأنه تم لكان لترانزاكسيون الجيري يعني مرحلة جديدة وين في المرحلة جديدة اللي رحنا في تعددية صارت العشرية السوداء كي صارت العشرية السوداء كان مفروض يفرض الأمر الواقع باش يحطوا المؤسسة العسكرية تتوغل في كل أجهزة الدولة هذا كان مفروض باش وسيرت يعني ونجحت في هذه السياسة في هذه السياسة ووصلتها لبير الآمان ونتجت عندها انتخابات تاع 99 وين حتى وصل رئيس الجمهورية في سنة 99 النهار طلع في الحكم قالهم رح نجسد صلاحية تاع رئيس الجمهورية يعني يجسدها رغم أنه ما جسدهاش في القريب لكن عبر ما راحل لكن يجسدها وراه يتمشي في طريق الصحي طيب الآن نحن ربما نعترف أن الجهاز الأمني خلق نوعا من الأمن بإقحمه داخل وزارات هل بتفكيك الجهاز الأمني من خلال وزارات وحتى شركة العمومية سيخلق في المستقبل بعض ربما الخلل يعني لكي لا يعني حقيقة الجهاز الأمني أعطى نوع من الأمان والأمن في هذه الوزارات لكن لا يجب أن يكون الانسحاب كليا يجب أن يكون جزئيا وسالسا كمانديراج إمباساسيون كونسين لكي يتم ضمان هذا الأمن والاستقرار دائما دائما في هذه الوزارات وأنا مع هذا المنظور يعني أن يكون انسحاب سالسا وتدريجيا وليس كليا مما سيخلق أي انسحاب كلي سيخلق حتما مشاكل سيخلق ثغرات سيخلق هفوات يعني ومنها سيكون بعض المشاكل ولهذا ألتمس أنا شخصيا أرى أن أحبذ أن يكون هذا الانسحاب سالسا وتدريجيا وهو كذلك سيد كريم مختص في قانون أمين عام جهوي لمنظمة المجتمع المدني كنت معي في حديث عن الدولة المدنية شكرا جزيلا لك شكرا شكرا